عشان طبعا الفقرة اللي جاية تبقى مفجأة من الناس المطربين الجمال الحساسين يعني آخر أغنية ليه اللي كان اسمها سقف مش كده لو الدنيا عملت مش عايب سقف سقف أنا فرحت كنت برقص مع الأغنية دي من الناس اللي كملحن وكمطرب الحقيقة وهو لما أعلن إنه عنده أنا مش عايزه المرض يعني أحد الخلل في المناعة اللي هو البهاء الأول خضني وخض ناس كده بعين قال لهم يا جماعة إيه في ملايين في العالم عندهم بهاء وبدأ يتكيف مع الحلل اللي هو فيها وبدأ يبقى يعني حتى بقت غلوته زادت يعني لأنه إحنا مش عار مهو الشيم يعني مش شيء نخجل منه زي بزبط اللي كان بيجوله كورونا والأهل يا جماعة المرض لا يخجل منه وإحنا بنعيب مزاجنا بالعكس لما حد يبقى مريد ويواجه هذا أنا أكبره وأحترمه وأشد على إيده هو ده كان حقيقة رامي جمال رامي جمال رامي جمال إيه بعد ما عمل أغنية اسمها إيه شابه الأغنية اللي هي فيها تفاقل دي سقف سقف لا في ليه أغنية تانية غير سقف وقال إيه أنا كنت فاكر أنا قلتلكم الدنيا سكر الدنيا طعما سكري أه قال بعد كده أنا كنت بجدب الدنيا مطلعش طعما سكري خالص طالعا ملح وبعدين النهاردة وجه رسالة رومانسية لامراته حقيقة أنا بحييه على إنه عمل كده قال قال لها أنت جميلة وأصيلة وبنت حلال واستحملت معايا كتير وأنا بحبك جدا بس بقولك يسيبك من الكلام اللي فات ده كله واسترجيلي كده دي مخاف أجازة وقلبها بس هو اللي شغال معرفش هو بيرمي على حد يمكن وقع ما بينه موحي بس النهاردة هو عمل مبادرة رائعة لزوجته وأنا بحييه على هذه المبادرة